بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض فحديثنا معكم عن مفهوم السعادة في الإسلام البعض ينظر إلى السعادة أنها تكون في مأكل أو في مشرب أو في لزة معينة ولكن السعادة الحقيقية أن تكون طائعا لربك أن تكون زاكرا لمولاك يقول مالك ابن دينار رضي الله عنه أرضاه ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله وقد سأل موسى عليه السلام رب العزة قال يا رب أي عبادك أحب إليك فقال رب العزة أكسرهم لي ذكرى وعندما أنزل الله القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم قال له طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هذه الرسالة لن تكون سببا في شقائك ولا في شقاء أمتك لأن الله سبحانه وتعالى كما يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فكانت الشريعة الإسلامية ولا تزال مصدر سعادة لجميع الناس ولماذا أقول كانت الشريعة مصدر سعادة لجميع الناس لأن الله قال لحبيبه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِجَمِيعِ الْمَخْلُقَاتِ وَالْكَائِنَاتِ لِجَمِيعِ النَّاسِ ولذلك عندما بدأ بالفاتحة بفاتحة الكتاب قال الحمد لله رب العالمين رب جميع الناس يقول له طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والمعنى أي لتسعد ولتسعد أمتك وليسعد جميع الناس في ظل هذه الشريعة الغراء لأنها جاءت لتلبي مصالح الناس والله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين إن الله بالناس لرؤوف رحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قبل أن يقول له هذا الكلام في سورة طاه قال له في أواخر سورة مريم وهي السورة التي قبلها قال له فإنما يسرناه بلسانك يسرناه بلغتك بلغة العرب قال له لتبشر لتبشر به المتقين فالسعادة في منهج الله السعادة أن تكون طائعا لربك بعدها قال له في مطلع السورة طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإذا تتبعنا هذه السورة نجد أن موسى عليه السلام قال بعدها بآيات رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهذه من السعادة ثم قال الله له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَهَذِهِ مِنَ السَّعَادَةً وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى من اتبع منهجي فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى لَنْ يَشْعُرَ بِالشَّقَاءَ وَلَا بِالتَّعَاسَةَ لتكون بداية السورة مع نهاية السورة طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فالشريعة عدل كلها رحمة كلها حكمة كلها وكل حكم خرج عن العدل إلى الجور ليس من الشريعة وكل حكم خرج عن الحكمة إلى العبث ليس من الشريعة وكل حكم خرج عن المصلحة إلى المفسدة ليس من الشريعة ولو أدخل فيها بالتأويل فالشريعة منهج الله هذا الدين عدل الله بين خلقه ورحمته بين عباده وظله في أرضه وحكمته الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ثم قال في سورة أخرى وهي سورة الزخرف وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنْ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْمْ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي هَذَا فِي سُورَةِ طَاهَا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فإذا أردت السعادة الحقيقية فلن تجد السعادة في الملذات لأن الملذات تنتهي بانتهائها وهذه الملذات سعادتها حسية أما السعادة الحقيقية شيء معنوي عندما يقول الله سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة تلك هي السعادة إذا التزمت بمنهج الله إذا التزمت بما أمرك الله أحياك الله حياة طيبة اللهم ارزقنا الحياة الطيبة والعيش الطيب ووفقنا لما تحبه وترضاه هذا والله ولي التوفيق